تكتل وطني يعلن في المهرة تحت مسمى مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي المجلس الذي تشكل بعد لقاءات وتشاورات استمرت لأشهر بحدث إيجاد كتلة وطنية تاريخية في ظرف تذهب البلاد نحو التمزق والاستقطاعات الخارجية يضم في هيئة تأسيسه العديد من المكونات والشخصيات السياسية والاجتماعية التي لها موقف موحد مما يحدث في البلاد وعن مبادئه التي أعلنت في بيان الإشهار يتبنى التكتل العمل على وقف الحرب والرفض لأي تواجد عسكري والسعي لإنقاذ البلاد من حالة التشضي والانقسامات المجلس الإنقاذ الوطني للمحافظات الجنوبية ويوم تاريخي بالنسبة للمهرة كونه استقبلت ودشنت فيها نحن كأحزاب سياسية نشعر أن المهام التي وضعها والبرامج التي والأهداف التي وضعها مجلس الإنقاذ هي تنصب ضمن المهام والبرامج الأحزاب في الجانب الوطني من عدة مكونات جنوبية والشخصيات الاجتماعية وغبلية من أجل المعالي توضاع الجنوب والمجلس في المستقبل سينفتحها لجميع المكونات الجنوبية الواضح إذن أن العمل المعارض للوصاية السعودية الإماراتية بدأ يتمأسس ويأخذ شكلا سياسيا منظما وهو ما كان مفتقدا خلال الأعوام السابقة بالإضافة إلى أن الخروج من الدائرة الشعبوية والعمل غير المنظم ربما يكون له تأثير وفاعلية أكبر كما أن الملاحظة اليوم هو أن المهرة المهمشة طيلة عقود أصبحت في قلب الفعل الوطني ومركزا له بعد أن نجحت الإمارات في سيطرة على عدن وحولتها إلى مرتع للميليشيا والمشاريع اللاوطنية تدخل المهرة مربع العمل السياسي الشعبي في لحظة تعيش فيها البلاد في أتون حرب فقدت فيها البوصلة الوطنية وارتهنت البلاد لمشاريع خارجية كما أن أعلان التكتل في لحظة حصرت فيها الشرعية اليمنية وضربت مكان من قوتها يعد خطوة يمكن البناء عليها وتوسيع أفقها ويمكن أن يكون أيضاً مظلة للنضال الوطني أمام تدخلات الخارجية